قبل ما تتكلم عن درس تداخل فعل الجينات الجين انت recount خلنا نقارن ما بين الصفات المندلية والصفات اللامندلية ذكر من del inn اثناء عملية التكاثر بصوا يا جماعة هنا خلينا بقىك كلم يبقى عملي اهو تاني خلين رقم 1 اثناء عملية التكاثر جماعة هنا حصل ما بين النبات البازلاء القرموزي الأزهار مع نبات البازيلاء الأبيض الأزهار. أثناء عملية التكاثر بقى إيه اللي بيحصل؟ بتنفصل العوامل الموروثة اللي بتحدد الصفات أهي إلى خلاية ناسلية حتى هنا اسمها الجاميتس ثم تتحد أثناء عملية الإخصاب. بعدين بيحصل هنا عملية إخصاب. أهي بيحصل الاتحاد ما بينهم تاني فديه مندل سماها انتقال وحدات الوراثة المنفصلة الديسكريت يونيت أوف انهيريتنس لذلك مندل لما درس علم الوراثة درسوا بناء على نتائج مرئية. يعني يبقى يا جماعة نتائج مرئية؟ شايفين دي؟ نبات كرموزي. ده نبات أبيض رجعتاني ظهر نبات كرموزي أولا كان يعرف حاجة اسمها جينات ولا حاجة اسمها كرموسومات ولا حاجة اسمها حمض ناوي ولا دي انية ولا غيره ولذلك علم الوراثة اللي تبنى عليه كل علم الوراثة الحديث اللي هو الكلسيكل جيناتكس بعدها بقى بدأ العلماء يفسروا نتائج تجارب مندل على المستوى الجزئي اللي هو بنسميه علم الوراثة الحديث المودرن جيناتكس عشان نبتدي نقارن كويس ما بين الصفات المندلية اللي مندل شافها في نتائج تجاربه وفي حاجة اسمها الصفات اللامندلية خلينا نراجع تاني اللي استنتجه مندل في تجاربه. مندل شاف ان احدى الصفاتين بتسود على الاخرى. فمثلا هنا لما حصل تزاوج ما بين ازهار كرمزية نقية اللي هي هنا هي وبين ازهار كرمزية بيضاء كل الجيل الاول ظهر في ازهار كرمزية وده سبب وايه? سبب ان جين الصفة السائدة سادت على جين الصفة المتنحية وحاجة بتاثره تماما يعني مفيش في الجيل الاول اي نبات لون ازهار بيضاء خلينا نقارن وراثة لون الازهار ما بين نبات البازيلاء اللي هو هنا اللي احنا عارفينه طبعا وما بين نبات اسمه نبات شاب الليل نبات شاب الليل ده اسمه الانترونم بلانت لو روحنا هنا يا شباب لنبات شاب الليل شوفوا هنا بس هجزين نروح هنا هنمشي عادي جدا عشان نشوف الفرق ما بين الصفات المندلية والصفات اللامندلية هنلاقي ان الجينات اللي بتحدد الصفة بتنفصل برضو اثناء عملية التكاثر في الامشاج ادي الجينات اللي موجودة في الاباء بعدها بتتحد أثناء عملية الإخصاب لكن هنلاحظ حاجة هنا غير قوانين من دل خالص في الجيل الأول اللون الأزهار ايه هنا؟ أحمر وفيه لون أبيض هنلاقي الجيل الأول لا فيه أحمر ولا فيه أبيض فيه أزهار اسمها الأزهار القرونفولية يعني ساعات بيتقال عليها Purple Flowered Antrenum Plant وفيه في Scientific Book ساعات بيتقال عليها Pink ماشي كده ولذلك اللون ده يا شباب هو لون مختلف تماما عن الأباء والصفات اللي بتورث بالطريقة دي بنسميها الصفات اللامندلية وساعتها الصفات دي بيكون فيها سيادة غير تامة وده نتيجة لتداخل فعل الجينات وده إن شاء الله هنشرحه في الفيديوهات الجاي طيب خلينا نرجع الكلام اللي قلناه ده يا شباب على الجزء اللي احنا كاتبينه ده هنا عشان برضو ايه بقى احنا ربطنا الموضوع كويس هنا بيقولك الصفات التي ينطبق عليها قانون مندل اللي هي الصفات المندلية هي صفات تامة السيادة خلينا نشوفها صفات تامة السيادة هي صفات تامة السيادة لأن جين الصفة السائدة يسود على جين الصفة المتنحية اللي هو الجين طبعا احنا قلنا يعني ساعة مندل ما فيش حاجة اسمها جينات اللي هو عرف فيما بعد باسم الجين يسود على جين الصفة المتنحية ويحجب اثره تماما لكن زي ما قلنا ان العلماء وجدوا ان بعض الصفات لا تورث وفقا لقانين مندل لا تورث طبقا لقانين مندل ونطلق علي هذه الصفات الصفات اللامندلية النون منديليان كاراكترز وساعة بنسميها السيادة غير التامة اللي هو الانكمبليت دومنانس الصفات دي بتتأثر بحاجة اسمها تداخل عوامل جينات الانتر اكشنز وده طبعا ان شاء الله اللي هنشرحه بالتفصيل في دروس الجاية اللي هي الجين انتر اكشنز اشتركوا في القناة